اصدقائي اصدقائي قناة جودوينز سلام عليكم ورحمة الله طبعا اصدقائي ان شاء الله موضوعنا اليوم كيف انت تكشف المحتوى تبع الاي اي تمام لانه يا جماعة المحتوى الاي اي اي اذا ما تعدل بطريقة صح فهو مش مقبول في جوجل ادسنز او من الصعب جدا انه انت تنقبل وحتى لو انقبلت رح تاخد على تقييد اعلانات تمام هتجع في جسة تقييد الاعلانات وصعب انك تخلص منها بسهولة الا اذا عدلت المقالات طبعا اصدقائي بدي ايجي وبدو اطلع منها وبدو ادخل على الموقع هذا مثلا تمام طبعا هذا الموقع بتكلم عن شوية مقالات زي ما انتوا شايفين تمام خليني ايجي واعملوا نظام سطح مكتب تمام بالشكل هذا لو انا ايجيت يا صديقي العزيز تمام بدي ايجي وبدو احاول انسخ اي نص تمام اي كلمات من هذا الموقع طبعا الغاية الاساسية انه اعمل بس كفحص للمقال هذا هل المقال هذا ما تعوب عليه بجد ولا مقال زكاء اصطناعي طبعا هنا اي اي تمام ديتكتور بدي ايجي وبدو اكتب الكلمة هذه في البحث تبع جوجل وفي عند بدل الرابط الف انت فيك تدخل على لبدك اياه من الروابط هذه طبعا كلها يا جماعة بتفحص خليني انا ادخل على هذا الموقع تمام وبدو انسلي شوي لتحت وبدو الصق المقال اللي انا نسخته او النص اللي انا نسخته طبعا هو بيسمح لي في حدود 3000 كلمة خليني اضغط على كلمة تشيك واعمل عملية الفحص تمام طبعا هومن هانا المفروض بقول لي هومن شخص عادي ميكس اللي هو يعني وسط كويس لكن اي اي ان اتخطى من 75 ل 100% خاف من المقال هاد لانه بجد مش مناسب تمام لو انت لاحظت هذا المقال خلينا اقول لك معدل تمام نوعا ما اكويس طيب تمام خلينا اجي ادخل على مقال تاني هالنفس السيستم والجصة بدو يديني ميكس ولا بدو يديني النتيجة الزكاء اصطناعي طبعا لو لاحظتها اصدقائي ايجيت نسخت النص كامل امكمل وبدو اجي اقول له كوبي وخلينا ادخل على نفس الموقع تمام اجينا ولاسقنا النص هنا يا جماعة وبدو اجي انزل لتحت واعمل عملية فحص للمدونة او للمقال هذا برضو قديني ميكس معناته المقال سليم 100% زين ميكس هو وسط يعني بين الطرفين هو باقي زكاء اصطناعي بس اتعدل بطريقة صح فعشان هيك اتهرب هو من النقطة هادي تمام خليني اجي واضغط هنا وبدو اجي ادخل على اي مقال تالت عشوائي طبعا اخر مقال introduction كذا كذا طب تمام يعان وبدو اجي وبدو انسخ النص زي ما انتوا شايفين طبعا انا بدي احاول زي ما اتفاقنا نتجنب اللي هو الزكاء الاصطناعي او نعدل عليه تعديل كله طبعا فيه كتير ادوات انت ممكن تستخدمها وتعدل المقال تبعي الزكاء الاصطناعي حتى ما تنكشف تمام يعني حتى الامر يكون طبيعي معك وما تاخد تقييد اعلانات او ما تتبهدل من جوجل لانه مش هيكون عليه ترافيك بالنسبة اللي انت متخيلها او متوقعها طب هاي وبدو اجي احزف النص هذا وخلينا الصق النص الجديد تمام اجي تسيد العزيز بدي اعمل فحص لو بقول لي الحق خلص طبعا ايش بدي اسوي في هذه الحالة بدخل على اي ارابط لا اي موقع تاني تمام نفس السيستم هل هذا بيدعم القصة هادي تمام بدي اجي اجي اجرب الموقع هذا طبعا دخلت على الموقع هذا بقول لي في حدود خمسمائة كلمة تمام بدي اجي وبدو الصق النص تبعي زيان على اساس نتأكد هل الدنيا هتمشي ولا لا بعد ما لصقت النص يا جماعة بدي اجي وبدو اقول له يا عمي فحصت هذا المقال هل هو اي اي زكاء اصطناعي ولا كيف دنيته طبعا بقول لي بديك تفحصه على مرحلتين مش مرحلة واحدة لانه يا سيد العزيز ضبل المقال تمام لكن هيك انا بتأكد مليون في المية انه ان شاء الله يكون معدل تمام لكن كلمة مقدمة وابصر شو ماشي لعى نظام الزكاء الاصطناعي حسب ظني خليني اجي الغي الكلام هذا تمام بدي اوقف لعند خمسمائة كلمة مش تسعمائة كلمة او تلات الاف زي هداك زين طبعا اضفت خمسمائة كلمة هيك بالزبط وهاني بقى اقول لي عمي في حصلي تمام لو انت ركزتوا اصدقائي هنا انا قديش النسبة بقول لي طبعا بناء على النسبة انا بدي امشي وبيدي احذر لانه الجسة عن جد بتخوف سعيتها لو انت لاحظت كتب لك باللون الاحمر اي 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 نص من انشاء اي 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 ومديك النسبة هذه كلهية تسعة وتمانين في المية والنص البشري اللي باللون هذا تمام مديني اللي هو رصاصي احد عش في المية بس معناته في عندي انا في المقال ولا لا معناته المقال مكتوب من خلال تشات جي بي تي فانا لازم اعمل عملية الصديق العزيز تعديل للمقال نفس المقالات اللي قبل لها توفى حصة هه انضف بشوي واعدل طبعا اتمنى يا اصدقائي هيك كون السيستم وصل مية في المية والله يعطيك الف الف عفية وتحياتي